لازم نبص النفسينا شويتين تلاتة احنا حتى الكلام اللي احنا بنقوله سعاد بيبقى هو كلام في داخله بيكشف عن باطن النفس بيكشف عن الازمات اللي احنا بنمر بيها لما عبارة كده صحيحية كانت في سنوات ماضية لكن العبارة دي اصبحت عند ناس كتيرة وكأنها دستور وكأنها حكمة كبيرة انها عبارة اعتزل ما يؤذيك هذه العبارة اللي هي عبارة اعتزل ما يؤذيك يبدو لو سلمنا بانها صحيحة الناس فيهموها على خلاف المراد اعتزال ما يؤذيك ابتداءاً بيكون ان انت من بدري لا تصل الى ما يؤذيك فاعتزال ما يؤذيك ابتداءاً مش انك انت تحاول ان تعتزل الناس لكن معناها ان انت من بدري تسلك المسالك التي لا تأخذك الى ما تؤذيك مش معناها ان انت تسيب الناس لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّننا ان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اداهم كفاءة بس ان الصبر على ادا الناس يدخلك في قول تعالى انما يوفى الصبرون اجرهم بغير حساب طب يعني ايه الحكاية؟ هو الحكاية في الحقيقة في مسألة الانعزال والاعتزال ان احنا اصبحنا حساسين اوي واصبحنا عندنا احساس سريع بالظلم اي حد تيجي تكلمه واحد مثلا تجرع على حد وكلمه بطريقة مش مناسبة يقولك ده فلان ظلمني انا مش قادر سامحه انا حاسس ان هو دمرني حاسس ان هو بيكسر فيه كلام مبالغ فيه جدا انا شايف ان ده امتزاج لثلاث حاجات امتزاج للاحباط مع الحساسية مع كمان المظلومية فكل ده بيخلينا نعظم الاشياء التي كانت بسيطة فنبتدي ننعزل ننعزل ليه؟ لان هذا التهويل والتطخيم اللي مين المسؤول عنه؟ وسواسة النفس النفس الامارة بالسوق قالت له انت خلاص انت حصل لك امتلاء انت لن تستطيع ان تتحمل ولو مقدر كلمة ولا نفس من حد تاني هنعمل ايه اذا كنا احنا هي دي سنة الحياة سنة الحياة ان الناس بتعبر عن اراءة وبتختلف ففي حاجات كتيرا لما بنختلف فيها ممكن واحد في لحظة استماعه للنفس الامارة بالسوق يحس ان واحد ماذا؟ واحد بيئزيه لا يا سيدة احنا لازم نكون مهيئين لازم نعرف انماط الاشخاص ومعرفة انماط الاشخاص ومعرفة انماط الناس من افضل الطرق اللي بيحافظ الانسان بيها على علاقاته شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه سيدنا يدخل عليه سيدنا ابو بكر وهو حاطت رجله في البير وفاخده مش حاطت السوب عليها يدخل سيدنا ابو بكر يدخل سيدنا عمر ويدخل سيدنا عليه لكن لما يدخل سيدنا عثمان يخطي صلى الله عليه وسلم فاخده فيقوله رسول الله دخل عليك فلانه ودخل عليك فلانه فما عملتش له انت عملت كده لما دخل عثمان ليه؟ قال ألا أستحي من رجل انت أستحي منه الملائكة احنا لازم نفهم الفلسفة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لازم نفهم النور لازم نفهم الحكمة حضرت النبي بيعلمنا حاجة مهمة جدا عايز تعاشر الناس يبقى تعرف أنمطهم لكن لو عشرت الناس وانت مش عارف أنمطهم انت مش هتقدر تعيش الحياة بشكل صحيح ومش هتشوف الحقيقة لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ويصبر على أذاهم أحد أهم روافد وأحد أهم أسباب الصبر على أذا الناس أن انت تلتمس لهم العذر ومن أهم الأعذار أن هم مختلفين عني الشيء اللي أنا أشوفه عظيم هم ما يشوفهوش كده طيب وده معناه إيه؟ أن احنا ممكن نوضح وده وتشكل من أشكال الصبر على أذاهم لكن تكريس أن الناس وحشة على طول إذا جدت نفسك الأمارة بسوء قالت لك أن الناس وحشة أخرك صوت من نفسك ما أنا برضو بعض البشر وأنا زي زي البشر يبقى التحمل ومحاولة القرب من الناس ومسامحتهم أبداً ما بتقللش من كرامتك بالعكس عارف أقولك حاجة؟ كلنا بنشتكي هو الناس ما بقاش فيهم شامع ليه؟ ما بقاش فيهم جدعانة ليه؟ ما بقاش فيهم رجولة ليه؟ عارف ليه؟ لأن كل واحد فينا بقى هش أن أنت تسامح الناس وتصبر على أذاهم ده جزء من الرجولة إنما أنك تعتزل ما يؤذيك فيدفعك ده إلى أخذ قرار العزلة ثم بعد ذلك تندم على اللي أنت عملته ده ولازم نفرق ما بين حاجتين مهمين جداً لأن بعض الأشياء بقى إحنا عندنا سهولة في المفاهيم دلوقتي يعني بعض الناس يروح شطانهم ونفسهم الأمارة بالسوء تخليهم يخلطوا ما بين حاجتين يخلطوا ما بين إيه؟ يخلطوا ما بين الخلوة اللي هي شيء ونظام من أجل الاتزان النفسي الخلوة طلب والانعزال والاعتزال هرب يبقى إيه اللي حاصل؟ الخلوة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخلى اللي يالي ذوات العدد وجاءه الوحي ونزع ليه الوحي وهو في خلوتي بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل شوف بقى حضرت النبي لما نزل وطلب من السيدة خديجة الكبرى عليه السلام طلب منها أن هي تزمله وتدسره طمنته بإيه؟ طمنته بأنه مش من أهل الانعزال قالت له أنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقرد ضيف وتعينه على النوائب يعني إيه اللي حاصل؟ يعني بتقوله لا أنت مش معتزل ما تخافش اللي أنت فيه ده لا يمكن أبداً ما تحصلش ثمرت إحسانك للناس